يا مساء الفل عليكوا احنا متابعين ازايكوا حبيبي عاملين ايه؟ يارب تكونوا بخير النهاردة بقى حنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا جدا انتوا عارفين ان الشتا بقى خلاص بقى على الابواب كل سنة وانتم طيبين والشتا بقى معناه ايه؟ معناه ارنبيت حنعمل مع بعض النهاردة وصفة سهلة جدا جدا وبسيطة وانا عارفة الظروف الاقتصادية اللي احنا بنمر بيها كلنا طبعا صعبة جدا فحنعملوا النهاردة من غير بيت ولا حليب وشايفين ما شاء الله ايه ده كنتاكي ده ولا ايه؟ تبارك الله فعايزة بقى لو حتشوفوا الفيديو ده ما تنسونيش من اجمل لايك منكم انا الشيف ماجي واتمنى ان انتوا تدخلوا في قناتي يا حبيبي علشان انزلكو كل جديد ويلا بينا بقى نعمل الوصفة الجميلة دي اقناع بعض اول حاجة لازم نعرفها في تنقية الارنبيط او الظهرة على حسب البلاد العربية ما بتقول حاجيب الارنبيط الكاسيا كده زهرتها على بعضها وما فيهاش حبيبي اي فراغات زي ما انتوا شايفين كده تاني حاجة لازم يكون لونها ابيض زي اللبن الحليب ومش مسفر ويكون ورقها اقدر مش دابلان لان الورق بتاعها اللي تحت لو دابلان حنعرف ان الارنبيطة بتاعتنا مش طازة وفرش ركزوا بقى معايا في طريقة التقطيع بنقلب الارنبيطة وبينشيل الجزء اللي تحت حنبدأ بقى نقطعها زهرات زي ما انتوا شايفين كده بعد كده لو لقينا عندنا اي ظهور كبيرة بنقسمها لزهرتين علشان ما تبقاش مع الجنة معانا لما نيجي نقليها وتستوي كويس معانا ودا الارنبيطة بعد ما قطعناه لازم حبيبي نخسله كويس جدا جدا ليه؟ علشان بيكون فيه اطراب كتير من السوق ودا الارنبيطة بعد ما غسلته وبقى زي الفل حطيته بقى في مصفة يصفي كل ميته وعاوز اقول لكم على حاجة مهمة جدا بلاقي ناس كتير بتقشر جزء من زهرة الارنبيط بس انا طبعا بحب قاسبها علشان لو قشرتها بحس ان الارنبيط ممكن يتهري معايا وانا بحمره حنسيب الارنبيط يصفي ميته وحندخل على الخطوة اللي بعدها عندي هنا حلة على النار فيها مية حنزل فيها بمعلقة كبيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الكمون وحغطي طبعا الحلة وحسيبها تغلي حبدأ بقى انزل الارنبيط بتاعي الجميل في المية اللي غليت وخلي بالكو حبيبي من نقطة مهمة جدا جدا ايه هي؟ ما نسويش الارنبيط بتاعنا مية في المية نسوي الارنبيط تلات تربع سوى ليه؟ لاننا حنكمل سواه في القلية ومهم جدا جدا مع علاقة الكمون دي علشان اللي بيكون عنده الكلون تعبان هنخليه بقى ياخد تلات تربع سوى وحورهولك بعد كده بعد مرور تلات دقايق حبيبي كده الارنبيط استوى تلات تربع سوى مهم جدا جدا يستوي تلات تربع سوى ليه؟ علشان حنكمل سواه في القلية شايفة لما تيجي تضغطي كده عليه ما يتهريش معاك حنبتدي بقى حبيبي حنجيب مصفة علشان نصفي فيها الارنبيط كويس جدا زي ما انتو شايفين كده حننزل بقى الكمية المتبقية عندي من الارنبيط زي ما انتو شايفين لما تكون الكمية كبيرة معاك اسلقيه على مرتين ما تسلقهوش على مرة واحدة بعد ما سلقت الجزء التاني من الارنبيط حنبتدي بقى نصفيه وحنركنه على جند وتعالوا بقى نحضر الخلطة السرية الجبارة مع بعض في طبق عميق حنزل فيه بكبايتين من المياه العادية خالص من الحنفية بعد كده حنزل بالبهارات بتاعتنا الجميلة وهي عبارة معلقة صغيرة من التوم البودر معلقة صغيرة من البصل البودر معلقة صغيرة من الكمون نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة المطحونة ومعلقة صغيرة من الملح والملح طبعا حسب الرغبة ونص معلقة صغيرة كركم ودي طبعا حتعوضني باللون اللاصفر بتاع البيض حنديهم تقليبة كده سريعة بعد كده حننزل عليهم بكباية من الدقيق زي ما انتوا شايفين ونص كباية من النشا ومعلقتين كبار من صلصة الطماطم واخر حاجة معانا كيس من البكنج بودر وده اللي هيخلي القرنبيط ما ارمش معانا ومش مكتوم بعد كده حنبدأ نضرب الخليط ده كله مع بعضه بمضرب يدوي وهو ده حبيب القوام المطلوب مننا يبقى اخف شوية من قوام الكيك حنركنه بقى على جنب وحنحضر القفر الخارجي بتاعنا حنجيب طبق كبير حنحط فيه نص كباية من الدقيق حننزل عليه بمعلقة كبيرة نشا ونص معلقة كبيرة بجنج بودر حنقلب الخليط ده كويس جدا مع بعض بجيب بقى حبيبي قطعة من القرنبيط زي ما انتوا شايفين كده حنزلها في الخلطة السرية الجميلة اللي عملتها معاكم بعد كده اطلحها وحنزلها بقى على طول في القفر الخارجي اللي احنا عملناه مع بعض زي ما انتوا شايفين كده ماشاء الله حقرر بقى حبيبي نفس الموضوع مع كل الكمية الارنبيط اللي عندي وده الارنبيط كله بعد ما عملناه بالخلطة السرية الجميلة وحطناه في القفر الخارجي تعالوا بقى نسويه مع بعض فطاصة بقى حبيبي على النار فيها زيت مش غزير وتكون حرارته اهم حاجة متوسطة حنبدأ بقى ننزل بقطع الارنبيط او الزهرة بتاعتنا الجميلة ونخلي بعد كده النار فوق المتوسط ليه؟ علشان ما يشربش اي زيوت معنا شايفين بقى اللون الجميل بتاع الارنبيط او الزهرة بتاعتنا بجد طحفة حخلص بقى حبيبي كل الكمية بتاعتي بالشكل اللي انتو شايفينه ده وحرجعلكم مرة تانية ماشاء الله تبارك الله شايفين؟ ريحته طحفة بصراحة وده الارنبيط بعد ما خلصته وحمرته بجد حيعجبه جدا جدا واستحالة ان حد حيدوقه ويعرف ان معمول من غير بيت او حليب ما ارمش جدا جدا وما فيهوش اي نقطة زيت شايفين القطع عاملة ازاي؟ كنتاكي ده ولا ارنبيط جربوا حبيبي لطريقة الاقتصادية دي وحتعجبك جدا جدا بتمنى لو عجبكم الفيديو ده تعملولي لايك واتنوروني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد في قناتي وفي حفظ الرحمن يا اغلى متابعين